بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله شباب في الفيديو ده معنا حاجة بسيطة جدا كلا اعيد اتشرحها من خلال ان في بعض الناس عن طلبتها مني ازاي انت تعرف ان الخط الارض بتاعك بيستحمل سرعة معينة يعني لو انت مثلا على سرعة اثنين ميجا او واحد ميجا وعايز تجدد مثلا زي نظام ميجا بلاس مثلا وهو النظام ده يديك 16 ميجا وانت مش متأكد اذا كان هيوصل لك كلهم ولا لا فعشان تعرف ان الخط بتاعك ده يتحمل السرعة دي ولا لا كل اللي انت محتاجه الاي بي بتاع الراوتر واليوزر نيم والباسورد طبعا دايما دايما بيبقى اليوزر نيم او اليوزر نيم والباسورد بيبقوا ادمن وادمن انت ممكن تغيرهم بعد كده بقليه حاجة بتاع تكد طيب دلوقتي الاي بي بتاع الراوتر انا مثلا عند الراوتر بتاعتي data او هواوي ده الاي بي بتاعه مية اثنين ونسعين مية تمانا وستين واحد واحد هنا بيتلوم مني اليوزر نيم وهنا بيتلوم مني الباسورد زي ما قلتلك بيبقى ادمن وادمن مرة تانية طبعا انا مغيره قبل كده فهدخل بالباسورد اللي انا كتبته على الراوتر طيب دلوقتي يا شباب الصفحة فتحت معي عادي جدا في ناس بقى هتقولي ان الصفحة ميتحدش معاها وان انت دخلت الاي بي ده وما قابلكش صفحة الراوتر كل اللي انت هتعمله هتروح تبص على الراوتر زي الصورة اللي باقينا قدامك دي كده هتشوف الاي بي اللي مكتوب على الراوتر من ورا وتبدأ تكتبه في المتصفح بتاعك بدل الاي بي ده وتدخل عادي على الصفحة وبتبدأ ان انت تعمل نفس الخطوات اللي انا عملها دلوقتي علشان تعرف انت الخط بتاعك هيستحمل قدية حاجة تانية لو انت مرقيتش اي بي على الراوتر بتكون اللي عليك بالاتصل بشركة النات اللي انت مشتغل معاها واللي انت موصل منها وبتعرف منه الاي بي بتاع الراوتر واليوزر نيم كده احنا قلصنا حتة ان احنا ندخل على صفحة الراوتر طيب دلوقتي عايزين نعرف اكثر سرعة بيتحملها الخط الارضي بالروح على وان طبعا معظم الراوتر او كل الاجهزة معظمها يعني بيبقى نفس الاختيارات دي بتوقع موجودة فيه انت بتختارها نفس الاختيارات من خلال اي روتر عندك يعني طيب بنيجيو علي كده على دي اس ال زي احنا مشايفين بيجيبلك القايمة اللي قدامك دي كل احنا محتاجينه الابستريم ماكس ريد والداونستريم ماكس ريد الابستريم هنا بيقول لي ان الاكثر سرعة رفع عندي اقدر لان انا اقدر يعني ان انا ارفع من خلالها واكثر سرعة يتحملها الخط هي واحد ميجا ومية اربعة وثمانين وهنا عندنا الداونستريم او اكثر سرعة الداونلود الخط بتاعي يتحملها هي اربعة وعشرين ميجا وسبعمائة وعشرين طيب معنى كده ان انا اقدر مسلا ان انا اقدر مسلا شغل عرض ميجا بلاس علي ما فيش اي مشكلة او اي سرعة انت عايز توصلها مثلا عايز تزوي الصورة او عايز تتاكد ازا كان الخط بتاعك ينفع او لأ زي ما قلتلك يا شباب هتعرف ازاي تدخل ع صفحة الراوتر من خلال الصورة اللي انا بقيتها لكم في الاول او لو انت معك راوتر تي داتا او نفس الراوتر ده هتكتب قدمي القدمي عادي ما فيش مشكلة ونفس ونفس الاي بي ممكن يختالي بساعات بس بيقع مكتوب على الراوتر عادي والتاني خطوة لو انت مش عارف او مفيش حاجة مكتوب على الراوتر بتكلم شركة الاتصالات او شركة النت انت متوصل معها وبعدين بتخليه يقولك الاي بي بتاع الراوتر واليوزر نيم والبصور دي طبعا اكيد كده خلصنا كل حاجة في الفيديو يا شباب يارب تكون استفدتوا قالت لو استفدت تضغط لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته